السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة اخواتاتك داري لبسا لكم بخير هاني ينكركم زيانين اتمنى اكم قعسكم بخير وعلى خير في المكن تتمكن تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اليوم جيت ان شاء الله سنتقاسم معكم حلوة اللي كتجي اكتر من رائعة سهلة سريعة اقتصادية جدا ستعجبكم بزاف ان شاء الله طريقة اللي سهلة و بسيطة سنتقاسمها معكم الاخت ديالي طريقة اللي زوينا بزاف نتمنى ان اتنال اعجابكم نتمنى فقط انكم تتبع الفيديو مرقو حتى الاخير بشوفهم مع جميع المراحل اللي لها وقبل ما نبديو الفيديو دي لنا كفنا العادة منسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ايضا اخواتي ماستونيش بوحد اللايك على الفيديو وانتم ما كتفرجوا ولكتو الأول مرة تشاردوا الفيديو ولكتشاردوا للقناة نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معلكم هتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا توصلوا كل ما هو جديد ندوز المكونات او الطريقة مع بعدياتنا فباسم الله على بركة الله بالنسبة المكونات حتاجت واحد لكاس ديالسكر سانيدة او سكر حبيبات ووضعت له رشيشة ديالملحة اللي ضروري منها اللي تصحيح التوخ وايضا نجحبات ديالبيد اللي يكونوا في درجة المطبخ الوديو احسن يكونوا Ahmed durch ايضا هنا غدتي توضع واحد العلبة دياليالآغورت بالنكها ديال الموز لكتعض واحد البناء ويعرا لهذا الحلوه وهذا الحلوه هذي كتجوا واعرا بالنكه يمكنكم تعوضوها بيالغورت دياللخفاني بينما لقيتوا شعني هذه العلبة ديال الياغورت ديالمونز ايضا نعرض ناوضعت ثيات الزيت غرزك المقطع صراحة بقي صرفيوك ودوب في طبيعة الحب يبدوا للصكر فمنصف الصكر يحاولون انكم تستعملون الصكر ليكون الحب يبدوا رقيقة فاية حلوة يعني حاولوا تستعملوا الصكر ليكون الحب يبدوا رقيقة كما أجد لكم الصافيو كتتخدم الحلوة جيدة حتى ينسجمون ومن بعد كتتاخذ الدقيقة بالنسبة للدقيقة كما نقول لكم دائما كيختلف من نوعية الى اخرى كي نوعية اللي كتشرب كي نوعية اللي مكتشربش اضع كياس الحلوية 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 كويرات تقوم بعمل كاكاو قوات القوات قسم 4 قطع القطع جوج دارت لهم الكاكاو و جوج خلاتون بويض كيف ما غدا تلاحظوا معي ان شاء الله في الصورة و ما يمرا هالفيديو كيف ما كن قول لكم دائما موضح راسو براسو صفي هنا بعد ما كتوضع ذاك الجوج مع القضية الكاكاو المر تحاول انها تدخلوا في العجين و كتوضع هنا تقريبا واحد يعني واحد مع القضية الزيت الحساب يعني كتزيد الكاكاو ضروري ما توضع واحد مع القضية الزيت انتم ما كنت لحد معيها في الصورة وغادي تحاول انها تدخل داخل كاكاو في ذاك العجين البيضاء بهذا شكل هذا اللي يمكنكم تعوضوا بااااااا يعني بكاو بيل الكاو بيل دي الشولة يعني اللي كان ديله في الحالي بيلو مبعد وشتفا هاد الكاوكا و هادا المر اللي مكنش منتوفر عندكم طبيعة الحالي اللي من ما كانتش منتوفر عندكم طبيعة الحالة ثم تأخذ العجينة البيضاء ثم تدخل العجينة السوداء ثم تقطع ثم تسد الجنبات ثم تدخل العجينة السوداء ثم تدخل العجين على الزهر ثم تحاول تنزل ثم تدخل العجين ثم تدخل العجين فما كانت لاحظة معي او في الصورة. عندما حاولوا انكم تقطعون قطع ليكونوا ارقاق حيث فيهم خميرة وباقين غاديينتافخوا فاش تخدوهم الفران. يعني حاولوا انكم بتغلطو مش بزاف في التقطيع عادية له. هنا من بعد ما كتقطعهم كتاخذ واحد اللاطة ديال الفران اللي وضع على ورق الزبدة وكتوضع فيها الحلوة لالها. لما كنتش منتوفر عندكم ورق الزبدة يمكنكم تدينو عفو اللاطة ديالكم بالقليل من الزيت. من بعد ما قطعت وضعتهم فطاوة ديال الفران كيفما كانت تلاحظوا معي. الآن غادي تدخلهم الفران اللي كيكون سخون. ندير رلاطة ديالها بالجهة اللي الفوق. تخليهم حتى كيتحمروا. غادي تضبطهم الجهة اللي تحت. ايضا تخليهم حتى يتحمروا كام الجهة اللي الفوق بنفس طريقة. ومن بعد غادي تخرجهم الفران. راح لواها اقتصادية جدا. سهلة وسريعة. اقتصادي يكمد لكم في المقونات ديالها. السهل منها مكاين. من بعد ما كتخرجهم الفران. هدا هو شكل النهائي ديال الحلوة. كتجي ووعرة بساف ووعرة صراحة. اه لديدة ومقرمشة وكتجي فيها يعني مقرمشة وفتية في نفس الوقت. كي يجي فيها واحد الماضاق ووعرة بساف. نتمنى انكم تشربوها وطردوا عليها حلوة اللي ووعرة. غادي تنال اعجابكم بساف ان شاء الله وغادي تنال اعجاب وليداتكم حيث كتجي ووعرة في الماضاق. نتمنى انكم تشربوها وطردوا عليها. نتمنى ان اخطي اخواتي اذا عجبتكم وشربتوها تبارتاجوا الفيديو مع اخوتكم. اصحابكم مع قاعدة الناس اللي كتعرفو. فضلا وليس امرا. يلوك تجدادوا الامر مرة تشاهدوا الفيديو. ولا بتشاهدوا القناة وكننقول لكم راح احبابيكم في قناتي وقناتكو. عليكم ما تشتركو فيها وتشغلو الجرس باش حقوة توصلوا بكل ما هو جديد. ما تبقلوش ليبلي لايكات ديركم تعالكم سوينا المحفزة على الفيديو. ولا بقينك تشاهدوا الفيديو حصل لده بطبيعة الحال كنقول لكم شكرا بساف على حسن المتابعة وما غاديش طغول عليكم كتر من هكا. هنقول لكم السلام عليكم على فيديو جديد واصفات جديدة ان شاء الله.